السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسنا علوم للصف الثالث الابتدائي عدي الفصل السادس المخالط الغير المتجانسة صفحة 111 وحناخذ الفصل كله ناخذ الدرس الأول مخلوط صلب مع صلب والدرس الثاني هنا الفكرة الرئيسة خلط المواد الصلبة مع بعضها ينتج مخلوطا غير متجانس تحتفظ مكوناتها لخصائصها الأصلية ويمكن فصل مكوناتها حناخذ اليوم مخلوط صلب مع صلب يقول لعلك تمتلك في حقيبتك المدرسية محفظة صغيرة تضع فيها الأقلام والمبارئ والممحات وجميعها مواد صلبة يعني كلها الحاجات بالحقيبة هي مواد صلبة هل يمكن أن تسمى مخلوطا وعند خلط الكرات الزجاجية مع حبات الباق اللائج جافة وخلط نشارة الخشب مع برادة الحديد ينتج مخلوطا صلبا مع صلب غير متجانس فالمخلوط صلب مع صلب تعريفة هذا تعريفة هو مادتان منها يبدي هو مادتان صلبتان أو أكثر تختلط معا وتحتفظ كل مادة بخصائصها الأصلية لحد هنا تعريف المخلوط صلب مع صلب حيث يمكنني أن نرى مكونات المخلوط ولا تظار المكونات كمادة واحدة إن خصائص المواد في المخلوط لا تتغير عندما تخلط معا إذ تبقى ثابتة قبل الخلط وبعده زين هاي عندي الخلط مواد صلبة مختلفة مع بعضها ينتج مخلوطا غير متجانس بقى هاي المواد الصلبة يكون مخلوط غير متجانس نشارة الخشب وبرادة الحديد مخلوط صلب مع صلب يعني أمثلة عليهم ذني يحفظ الطالب تعريفة والأمثلة عليهم ما طرائق فصل مكونات مخلوط صلب مع صلب يعني يريد الطرائق اللي مخلوط صلب مع صلب أرسلتك والدتك إلى السوق لشراء كيلوغرام من الحمص وعندما أرادت أن تتبخه اكتشفت أنه يحتوي على قطع صغيرة من الحصى يعني بالحمص داخل الحمص نقول يعني ويا قطع صغيرة من الحصى هل لديك طريقة للتخلص من الحصى؟ يمكن فصل مكونات المخلوط بطرائق عديدة منها التقاط باليد يعني شوفوا مثل هذا يلتقط الحصو باليد تفصل مكونات مخلوط المكسرات بالتقاطها باليد كما في مخلوط الحصى والحمص الغربال تفصل يعني تفصل هذا الغربال تفصل مكونات المخلوط إذا كانت صلبة وصغيرة الحجم ولا يمكن التقاطها باليد مثل مخلوط الرمل والحصى باستخدام الغربال الرمل والحصى باستخدام شنو الغربال تستخدم عادة أنواع مختلفة من الغرابيل تمتاز بفتحات مختلفة الأحجام المغناطيس يمكن فصل مكونات المخلوط إذا كانت تحتوي على مادة حديدية كالمشابك الحديدية وأخرى غير حديدية كالإزرار البلاستيكية باستخدام المغناطيس ناخذ الهواء لعلك شاهدت عبر شاشة التلفاز في أحد البرامج الزراعية كيف يحصل الفلاحون على حبات القمح المفصولة من سنابلها إذ يستخدم الفلاحون المذرات وبمساعدة الهواء تفصل حبات القمح من التبن يمكن فصل مكونات المخلوط بالهواء الطفو هو من الطرائق فصل مكونات المخلوط فمثلا حتى نفصل نشارة الخشب المختلطة بالرمل ويمكننا وضع المخلوط في وعاء فيه ماء واتركه في بعض الوقت نلاحظ أن نشارة الخشب تطفو على السطح هنا يمكن فصل نشارة الخشب عن الرمال بالترسيب والطفو فهذا يحفظهن الطالب يعني مثل عدة المغناطيس تحتوي على نقول له مادة حديدية كالمشابك الحديدية وأخرى غير حديدية كالإزرار البلاستيك باستخدام المغناطيس أما الهواء يعني مثل عدة من شاهد التلفاز يعني في أحدى ينحصل الفلاحون على حبات القمح المفصولة من سنابلها يستخدم الفلاحون المذرات وبساعدة الهواء تفصل حبات القمح من التبن الطفو يعني يكون طرائق مختلفة من الطفو فمثلاً عندنا شارة الخشب المختلطة بالرمال يمكننا وضع المخلوط فيه ماء ونتركه في بعض الوقت نلاحظ أن شارة الخشب تطفو على السطح هذا الدرس الأول مخلوط صلب مع صلب هسا حناخذ الدرس الثاني مخلوط صلب مع سائل مخلوط صلب مع سائل زين الفكرة الرئيسة خلط مادة أو مواد صلبة مع سائل ينتج مخلوطاً غير متجانس تحتفظ مكوناتها بخواص الأصلية ويمكن فصل مكوناتها مخلوط صلب مع سائل هنا يقول عند ذهابك لمحل بيع العصائر فإنك تشاهد أواني العصائر الزجاجية المحتوية على مواد صلبة كالفواكه المجففة والمخلوطة مع مادة سائلة بعض العصائر نشربها تحتوي على قطع من الفواكه المغمورة فيها شوفوا هذا القطع الفواكهة مع العصير تكون مخلوط غير متجانس إضافة مادة صلبة إلى سائل ينتج مخلوطاً صلب مع سائل غير متجانس فمخلوط صلب مع سائل تعريفه هو مواد صلبة مختلطة مع سائل وتحتفظ كل مادة بخصائص على الأصلية هذا حفظ ويمكن أن نرى مكونات المخلوط ولا تظهر المكونات كمادة واحدة ما ترائق فصل مكونات مخلوط صلب مع سائل يمكن فصل مكونات مخلوط صلب مع سائل باستخدام اليد أو باستخدام المرشح هذا حفظ شون نفصل مكونات مخلوط صلب مع سائل يقول له باستخدام اليد أو باستخدام المرشح والمرشح هو شبكة أو مصفات أو منخل تمر فيه المواد التي حجومها أصغر من حجم ثقوب المرشح فعند أعداد الشاي تضاف أوراق الشاي الجافة إلى الماء المغلي وبهذه الطريقة تحصل على مخلوط صلب مع سائل غير متجانز ولوجود مصفات في أبريق الشاي نحصل على الشاي من دون أوراقه وتعد المصفات طريقة لفصل مكونات المخلوط وبع هذا أبريق الشاي هو مخلوط صلب مع سائل يكون غير متجانز وجود الأسماك في الأنهار والبحار تكون مخلوطا صلب مع سائل وأن شبكة الصيات تعد وسيلة لفصل السمك عن الماء لغرض صيدة مكونات البحر أو النهار مخلوط صلب مع سائل متجانز تذني أنثلة عليها يحفظها الطالب ما الطرائق الأخرى لفصل مكونات مخلوط صلب مع سائل يعطين النهر مخلوطا غير متجانز مثل إيش طين النهر مخلوطا غير متجانز لكن لا يمكن فصله باستخدام المصفات أو اليد ولا شبكة الصيد لأن الطين المتكون سوف يمر من خلالها يستخدم لهذا النوع من المخاليط ورق خاص يسمى ورقة ترشيح ورقة الترشيح يتشبه المصفات في عمله إلا أن حجم ثقوبة صغيرة حيث توضع ورقة الترشيح في قمع تحته كأس فارغة وعند سكب مخلوط الطين على ورقة الترشيح نلاحظ أن بقاء الطين على ورقة الترشيح وتجمع الماء في الكأس فارغة يمكن فصل مكونات مخلوط سلب مع سائل بطريقة التركيد فمثلاً عدي الماء المعكر بالطين أو الذي تختلط به بعض العلائق الترابية عندما نتركه في إنا بعض الوقت فإن العلائق الترابية أو الطين تترسب في القاع لأنها أثقل من الماء ما بيشي بعد هذا هسا عدي مراجعة الفصل بس هذني هذا وهذه أكمل الجمل الآتية باستخدام المفردات سما بين الأقواص أولاً عدي مخلوط صلب مع صلب مخلوط صلب مع سائل زين مخلوط الطباشير مع الماء يعد مخلوطاً صلب مع سائل المكسرات مخلوط من نوع مخلوط صلب مع صلب المكسرات صلب مع صلب والطباشير ويا الماء صلب مع سائل والعصير مخلوط من نوع مخلوط صلب مع سائل إنها يقول أي من الأشكال الآتية تمثل مخلوطاً صلباً مع صلب يعني علما ان الدوائر والمثلثات يعني تمثل مواد صلبة هي كل هاي مواد صلبة لكن شن المخلوص صلب مع صلب هذه الدوائر والمثلثات هنا يقول اضع علامة صحة امام طريقة الفصل المنان المخالطة الغير المتجانسة عدي المغناطيس برادة حديد والرمل ترشيح الرمل والمي واليد الكرات الزجاجية وزائد الرمل والغربال كرات منضدة زائد المي زين خلص هذا الفصل وبالتوفيق ان شاء الله